بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اكيد كتير مننا بالتأكيد يعني سامع الحكمة اللي بتقول طفاحة واحدة كل يوم تغنيك عن زيارة الطبيب في واقع الامر دي مش حكمة انما مثل شعبي انجليزي قديم اوي وظهر بالتحديد في حوالي سنة 1630 المثل ده اول ما ظهر كان بيقول لو كانت طفاحة كل يوم قبل ما تنام على طول هتخلي الدكاترة ما يكلوش عيش في اللغة الانجليزية القديمة بتاعت الزمن ده يعني اي فاكهة كان بتنمو على الشجر وبغضى شكل مدور كان بيقول عليها تفاح يعني زي التفاح نفسه والخوخ والمشمش والكميترا يعني المثل الشعبي ده ما كانش ايه مخصوص او خاص بالتفاح لوحده انما كان المعنى ان اللي يأكل اكل صحي ويبعد عن الاكل العكس كده اكيد صحيته هكون احسن وبالتالي زياراته وتردده على اي دكتور هيقل قوي انما مش معنى بقى المثل الشعبي ده ذكر التفاح بصفة خاصة وبالاسم دون انا عن اسم اي فاكهة تانية من دول الحقيقة قال في كده كذا حاجة يتقالي ان التفاح بالنسبة لحجمه وشكله ولونه ورحته وبرضه بسبب ان زراعته سهلة الى حد كبير كان كل ده بسبب من الاسباب السبب التاني ان التفاح بعد ما يجمعه منه على الشجر ممكن يتحط في المخازن بتاعته ويقعد بدون ما يحصل له اي حاجة اي تلاف لمدة سنة كاملة السبب الثلاث ان كل العناصر اللي في التفاح ما بتتغيرش وبتفضل بنفس الكفاءة ونفس التركيزات بتاعتها بدون اي تغيير وده المدة مئة يوم بعد ما يحصدوه وبعده لما يكون في المخازن بتاعته دي تفسيرات واقوي للحقيقة والله اعلم بقى بحقيقة الامر المهم ان التفاصيل الحرفي لحكاية التفاح اللي تغني عن زارة الطبيب مش صحة طبعا ولا منطقة على الاطلاق يعني لا تفاحة ولا كيلو تفاح كل يوم هيشيلوا ويضيعوا كل التأثير السلبي والتأثير السيء بتاع الاكل الغير صحي عموما وبعيد بقى عن المثل الشعبي ده لو كلمنا عن تفاح وفايدو هللاقي فيه الياف من النوع اللي بيدوب في المية وده بيقلل من ضغط الدم ومن مستوى الكوليسترول للضار وبيقلل من مستوى السكر في الدم والالياف ده هتحمي من الامساك وسرطان القولون وهتحسن من اداء الجهاز الهضمي وتحافظ عليه وعلى صحته التفاح فيه عناصر بتأول عظام وبتساعد المحك انه يبقى فايق كده ورايق وصافي وشغال بكفاءة عالية التفاح برضو فيه عناصر لها القدرة انها تقلل من مخاطر الاصابة ببعض السرطانات زي سرطان القولون زي ما قلنا قبل كده وبالاضافة الى الوقاية من سرطان الرئة وسرطان السدي ونفس العناصر دي هي برضو بتعمل حماية من بعض الامراض اللي بتيجي بصفة خاصة بقى مع التقدم في السن زي مرض الالزهايمر اللي هو في قدرة الزاكرة يعني التفاح فيه فيتامين سي وده مضد قوي للأكسادة وليه فوايد كتيرة او او في الجسم الا انه بصفة خاصة بنشط الجهاز المناعي وبيخليه في افضل حال وده الواحد وكفيل انه يدي في الاخر صحة بالاضافة الى فيتامين سي التفاح فيه فيتامين اي وفيتامين اي برضو دي منضدات اكسادة قوية يعني حماية مؤكدة لكل خلية في الجسم وبالتالي ممكن مخاطر الاصابة بامرات كتيرة زي القلب والسكر والربو الشعبي تقل بدرجة كبيرة حتى اكل التفاح نفسه كده بيعتبر كأنه فرشة اسنان طبيعية يعني بينظف السنان ويقتل البكتيري اللي في البقء وبالتالي ممكن دي يقلل من تسويس الاسنان والتفاح الواحدة اللي وزنها حوالي 100 جرام بيبقى فيها حوالي برضو 52 سعر حراري بس يعني ممكن التفاح في الحالة دي يساعد قوي في عملية التخصيص التفاح فعلا مفيد ومفيد جدا كمان مش عايزة كلام انما المفروض ان التفاح يبقى صنف من اصناف كتيرة من الفكهة اللي بناقولها مش هو بس الواحدة لان كل صنف من اصناف الفكهة في العناصر خاصة به والعناصر اللي مش موجودة في نوع اكيد هتبقى موجودة في نوع تاني على اي حال لابد اننا نعرف ان بالنسبة للفواكه كلها بتكمل بعضها من ناحية الفوايد يعني مفيش نوع بيغني عن الانواع التانية ده غير اننا هنلاقي في نوع معين من فواكه عنصر معين بتركيز عالي وبكمية كبيرة العنصر ده بصفة خاصة ممكن ينفعنا ايه في حالات مرضية معينة وممكن في نفس الوقت ما ينفعناش في حالات مرضية تانية وهو ده اللي غالبا بتحكم في مسألة ناكل ايه وما ناكلش ايه ده يعني لما يكون حد عنده اي مرض معين وبندور على الاكل اللي ينفعه في الحالة دي ونستبعد اللي ما ينفعوهش في نفس الوقت على اي حال وعلشان نعمل بالمثل الشعب الانجليزي الظريف ده يبقى المفروض علشان نقلل من زائراتنا ردة كثرة ونخلهمش فعلا ناكلوا عيش اننا على قد ما نقدر ناكل اكل صحي ومفيد ونبعد عن اي اكل يكون عكس كده وكبان نوع برضه على قد ما نقدر عشان ناخد فوايد كل صنف وما نحرمش نفسنا من باقي الاصناف والفايد اللي ممكن تكون فيها وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته